نعم ورد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب علي فقد اهتدى ومن عاداه فقد اعتدى صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مشاهدين الكرام في فقرة حديث عفوا في فقرة ذاكرة الأيام لهذا اليوم فتح مكة الذي صادف السنة الثامنة للهجرة تم فتح مكة المكرمة عام ثمان من الهجرة وأعلن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس في أمان وأن من دخل دار فلان فهو آمن ومن عمل كذا فهو آمن إلا عشر من النفر أولئك لم يعطهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمان وهنا كان دور لأمير المؤمنين عليه السلام حيث تم قتل هؤلاء العشرة ثم برز أحد أبطال العرب يريد القتال هامة بضربة صارمة هدامة فبلغت من جسمه عظامة وبينت من رأسه عظامة ثم قام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأولى الخطوات وهي السعي لإزالة الأصنام المتواجدة حول الكعبة وكانت 360 صدم فألقيت كلها لوجهها ولكن كان على البيت الحرام صدما طويلا يقال له هبل فنظر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي وقال يا علي تركب أم أركب لألقي هبل من ظهر الكعبة فقال علي والله تركبني فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة فقلت يا رسول الله بل أركبك فضحك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أردت أن أمسك السماء لمسكتها فألقيت هبل عن ظهر الكعبة فأنزل الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل مشاهدين الكرام نرى في هذا الحدث العظيم وهو فتح مكة أن الأمير المؤمنين عليه السلام الدور الأول والبارس حالها حال بقية المواقف المؤثرة في حياة المسلمين